تمكن فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين خلال أداء مهمته الإنسانية سواعد الغيث ضمن عمليات بحث موسعة من انتشال جثث سبع ضحايا فارقوا الحياة تحت الأنقاذ يوم أمس بمقاطعة هتاي جنوبي تركيا جراء زلزال المدمر وتجسيدا للدور الإنساني النبيل يواصل الفريق بروح معنوية عالية مباشرة عملياته الإغاثية الإنسانية ومد سواعد العون لتقديم الدعم اللازم ومساعدة المتضررين والبحث عن الناجين وانتشال الضحايا حسب أعلى معايير الأمن والسلامة بتسخير كافة الجهود بمهنية والتزام وباحترافية ودقة عالية في التعامل مع الأنقاذ والمباني المهدمة جراء الكارثة الطبيعية المدمرة رغم حالات التقسي والظروف الجوية الصعبة